الحاجات اللي بتحصل لابني أو لابنتي وأنا مش مضطرة أحكيها مدام الموضوع خلص ومدام الموضوع مش مستمر معي طب إيه الحالات اللي أنا المفروض فيها أتكلم ووضح للطرف الآخر إنه أنا بمر بشيء ما زي إيه؟ زي لو أنا مثلا حد بيجيلي نوبات هلعة متكررة في حد مثلا بيجيلي نوبات هلعة اجتماعي إن أنا بيبقى عندي مشكلة في التعامل مع الناس بيجيلي وقت بيبقى متوترة ألقانة مش بعرف أبقى في حتة زحمة أو في احتفال ما فبالذات لو الشخص ده دي حياته أنا محتاجة أوضح قوي إن أنا عندي مشكلة في الحتة دي أوقات بتبقى أحسن من أوقات تانية إنما ده مش هيبقى المكان اللي أنا مرتاحة فيه المهمة قوي إن أنا أوضح حاجة زي كده لو أنا عندي بيجيلي نوبات اكتئب إنه مثلا مع دخلة الشتاء مع وقت معين في السنة تحت ضغط معين مش بعرف أتعامل معاه فبخش في نوبة اكتئب محتاجة أوضح له بس زي بيقولك برضو بتبقى في مرحلة في العلاقة إحنا اتعرفنا على بعض كفاية إنه إحنا شفنا ميزات بعض دايما أنا أقول في الجواز ما بقيمش حتى حسب ميزاته أنا بقيم حعرف أستحمل عيوب ولا لا هتعامل مع العيوب دي هتعامل مع العيوب دي زي برافو عليكي فأنا لقيت الشخص ده شخص ميزاته وعيوبه من ناسبيني فممكن أبتدي أصرحه أنا عندي الحتة دي محتاجة مساعدة فيها هنا الصراحة مهمة جدا طيب إحنا كل ده بنتكلم على فرق مرحلة التعارف ولو أنا شفت حاجة في مرحلة التعارف أتعامل معها إزاي لو الطرف التاني كان كريم بما فيه الكفاية أنه يعرفني عنه أكتر طيب أنا اتجوزت وده بيحصل كتير وبعدين نكتشف طباعة صعبة جدا 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 مش قادرة أتعمل معها أو نكتشف إدمان مثلا وده بيحصل كتير التعامل هنا المفروض يكون أعمل إزاي طيب ما حصل جواز يبقى محتاجة أبزل كل الجهد اللي في الدنيا عشان الجوازة تكمل على خير بالذات لو فيه أطفال فمحتاجة أن أنا أخذ الشخص ده أروح معايا لأخصائي نفسي حسب برضو المشاكل اللي أنا شايفاها فأروح معايا أما لطبيب نفسي أما لأخصائي نفسي ومحتاجة أبتدي معا خطوات العلاج وأبقى بتابعوا فيها ما تبقاش الرحلة هو بيعملها الوحد ولأ أنت جتلي بمشكلة دي حلها مع نفسك شوف هتحلها مع نفسك إزاي مش هتتحل فبالعكس الدمج في الظروف دي السند في الظروف دي بيبقى مهمة قوي والنتيجة بتبقى أسرع بكتير قوي لما الزوج أو الزوجة بيحسوا أنه أنا مش منبوز أنا بالعكس أنا مسنود انتهاء بتكنيش نقطة مهمة جدا يا لدي لأنه الطرف الثاني ما يتخدش هو آه عنده أزمة لكن بتتحل طبعا هتخدد ما جراش حاجة لو تخديت لأنه أنا هتخدد بتعرض للحياة بتحصل فالحياة فيها حاجات بتخدنا كتير قوي إنما أنا مش بقف عند الخطة ومش هقلب عليك لأنه أنت اتعرضت أو حطيت نفسك حتى في موقف أنا مش موافقة عليه ما هو أم اللي هو الجواز اللي اسميته إيه فأنا تحطيت في موقف أو أنا حطيت نفسي في موقف إنت مش موافقة عليه ده مش معناه إنه خباصي راسك في الحياة أو شوفي هتحلي مشكلتك إزاي فطبعا المهم قوي إنه يبقى فيه شراكة في العلاج ده الناس اللي بتتوقف وتتخدد وتقولك هنا أنا عايزة قطة لا أنا مش حكام خلاص ده مضمن حتى ممكن تحصل أزمات طلاقة على حاجات أقل من كده بكتير شايفة إنه ده سبب في زيادة نسبة الطلاق اللي احنا بنتكلم فيها بوسي أنا شايفة إنه سبب أساسي في زيادة نسبة الطلاق غير الصعوبات المادية إن إحنا خلقنا بأدية أنا ببقى عايزة جوازة زي ما أنا بشوفها على السوشال ميديا ألا وهي كذبة كبيرة أوي فأنا بصدق إنه هي دي الحقيقة فبعتبر إنه أنا أستاهل ده طالما فلانا خدت ده وفلانا نعيب أنا أستاهل الشيء ده وده مش موجود ده بيبقى موجود لغاية الفرح أول بقى ما يتقفل عليها بيبتدي بقى الحقيقة والمسؤوليات والفواتير والمكواجي والذي منه ظهروا فقلت الصبر قلت الاستعداد على المسابرة قلت الاستعداد على لبناء الحلم مع بعض إحنا ما نخطش أهداف مع بعض أنا بيبقى هدف إحنا ما نترباش على ده يعني ما فيش حالة التأهيل دي قبل الجواز فكل واحد يبقى داخل بتخيلاته وبعدين بتحصل حالة الصدمة مع الأسف أنا عندي مشكلة كبيرة قوي إنه السوشال ميديا ليه جزء كبير قوي في تربيتنا إحنا بنصدق السوشال ميديا أكتر بكتير قوي ما بنصدق أهلينا حتى لو أهلينا بذلوا فينا كل الجهد إنه يا حبيبتي مش هو ده المطلوب يا حبيبي مش هو ده اللي إحنا بندور عليه ما أنا بشوفها في الموبايل أهو ما فيه ناس عايشة زي ما أنا متخيل إنه العيشة المفروض تكون فلما بتواجه بالحقيقة بيبقى سهل قوي إنه أنا أقول مش عايز أنا هدور على غيره ما بقاش فيه مع إن إحنا شعب مسابر جدا وإحنا شعب ترميه في الحيطة يرجع لك تاني إحنا شعب قوي جدا جدا عاطفيا كمان إنما ما بقاش عندنا قوة الاحتمال لأنه الهدف كان الجوازة الفرعة الهدف ما هواش العلاقة ما حطناش بنا وبين بعض أهداف نشتغل عليها مع بعض المتحدة شكرا